ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع المجلس الوطني للهيدروجين الأغدر ذلك لمتابعة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة التي تتعلق بهذا القطع الحيوي وخلال الاجتماع تمت الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأغدر تمهيدا للعرض على المجلس الأعلى للتاقة وتمت الإشارة أيضا في هذا الصدد إلى أن رؤية الاستراتيجية تستهدف جعل مصر أحد البلدان الرائدة في اقتصاد الهيدروجين الأغدر على مستوى العالم من خلال الاستعانة بالخبرات والابتكارات الرائدة عالميا في إنتاج وتصدير الهيدروجين ومشتقاته ومصدر الطاقة المتجددة الواعدة واحتياطيات الغازة الكبيرة وموقعها الاستراتيجية موسيقى أعلنت وزارة تموين وتجارة داخلية عن وصول 150 ألف طن من السكر لمصنع سكر الحوندية ذلك لتقليل الفجو بين الإنتاج والاستهلاك ولضخه بالسوق المحلية ضمن مبادرة تخفيض الأسعار يأتي ذلك ضمن جهود الدولة من أجل توفير كميات ضخمة من السكر باعتباره سلعة استراتيجية تدخل في العديد من الصنعات المهمة موسيقى طاقته في اليوم 1600 طن يعني بنتكلم في الشهر أكتر من 45 أو 50 ألف طن للتكرير زي ما حدراج شايف الكميات اللي موجودة تم استراد ما يقرب من 150 ألف طن ووصلوا بالفعل من شهر عشرة وتم تكريرهم داخل مصنع سكر الحوندية اللي طاقته زي ما قلنا 1600 طن في اليوم وبيتم توزيعه من خلال الشركات اللي تابع للشركة القبضة للصنعات الغذية سواء شركات الإنتاج أو شركات التوزيع بنغطي احتياجات منظومة التموين 65 ألف طن وبنترح الباقي في القطاع الخاص أو في الأسواق الحرة ضمن مبادرة تخفيض الأسعار كمية السكر وصلت وبدينا حضرتك عاملات التكرير لسد طبعا الفجوة لأنه إحنا طبعا عندنا إنتاجنا أساسا من السكر في مصر عموما من شركة السكر الصناعات التكاملية المصرية ومن شركات البنجر الشقيقة معادي حوالي 2.7 مليون طن استهلاكنا حوالي 3.2 مليون طن لازم يبقى فيه طبعا نظر الاستهلاك المتزايد للسكر والتطور الصناعي بيبقى فيه حضرتك احتياج لسد الفجوة ديات فاستوردنا إحنا وصلنا بالزبط كده لغاية دلوقتي حوالي 194 ألف طن منهم حضرتك بعض الشركات الشقيقة كمية وإحنا برضو اشتغلنا تكرير ليهم زيادة حوالي 40% أو 30% عن السنوات الماضية يعني مفروض يكون فيه فقد إنتاج إحنا أعلى جودة سكر في مصر وحضرتك عارف أنه سكر الأصب سكر عالي الجودة حلاوة عالية عن سكر البنجر وخلاف نغاد السوق المحلي وبنكرر لغير كمان مصانع الصفولة ومصانع الدلتة ومصانع الفيوم بيجوا هنا بنكرر لغير غير المنتج بتاعنا تقتل مصنع بتاعتنا كانت 1200 طن بعد التحديث والتطوير وصل لـ 1200 طن وإن شاء الله في المستهدف 2000 طن إن شاء الله إحنا نشغلين بمعدلات 1600 طن يوم الطاقة التصميمية لإنتاج السكر في مصنع التكرير 1200 طن يوم بزيادة 400 طن يوم في مصنع التكرير كما أنهت البورسة المصرية وتعاملات جنسة اليوم بارتفاع جمعي للمؤشرات مدفوعة بعملية شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت عملات العرب للبيع وسط تدولات بلغت 4.6 من 10 مليار جنيه وربح رأس المال السوقية 18 مليار جنيه عند مستوى 1.691 تريليون جنيه وارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة تقدر بـ 1.3 من مئة بالمئة يغلق عند مستوى 25 ألف وتسع وعشرين نقطة كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسط اي جي اكس 70 بنسبة تقدر بـ 2.3 من مئة بالمئة يغلق عند مستوى 5033 نقطة كما صاعد مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة تقدر بـ 1.85 من مئة بالمئة يغلق عند مستوى 7378 نقطة وفي أسواق البترولة العالمية هو تسعر النفطة 4 بالمئة مع تأجيل تحالف أوبيك بلس بشكل مفاجئ بعد اجتماع بشأن تحديث سياسة الانتاج والذي كان من المزمع عقده الأحد المقبل بما أثار تساؤلات حيال المصارى المستقبلية لتخفيضات انتاج الخامة هذا وانخفضت العقود الأجلة لخام برنتا بما يعدل نحو 4.48 من مئة بالمئة إلى 78.76 دولار للبرميل كما ترجع خام غربي تكساس الوسيط الأمريكي نسبة 4.96 بالمئة إلى 74.12 دولار وترجعت كذلك أسعار المزوط عالميا بنسبة 2.98 من مئة بالمئة لتصل إلى 2.76 دولار للتر وفي المقابل ارتفعت أسعار الغزي طبعية بنسبة 46 من مئة بالمئة لتسجل 2.85 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أعلنت منظمة أوبيك أن أوبيك بلس أجلت اجتماعها الوزرية لتحديد سياسة الإنتاج إلى 30 من نوفمبر بدلا من يوم السادس والعشرين ذلك في تطور مفاجئ أدى إلى مزيد من الانخفاض في أسعار النفطة وكان من المتوقع أن يبحث اجتماع أوبيك بلس مزيدا من التغييرات على الاتفاق الذي يحد بالفعل من الاندادات حتى عام 2024 ذلك بحسب محللين ومصادر في أوبيك بلس وقبل بيان أوبيك كشفت مصادر صحفية أن الاجتماع قد يتأجل لفترة غير محددة مشيرة إلى أن السعودية عبرت عن عدم يرضاها حيال أرقام إنتاج أعضاء آخرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة